المادة المادة متر يمكن تعريف المادة بأنها كل شيء له كتلة وحجم معين ويشغل حيزاً من الفراغ الموجود فيه أي تشمل جميع ما يحيط بك ولا تقتصر على الأشياء الملموسة بل تتعدى ذلك لتشمل المواد غير الملموسة كالهواء والكواكب والنجوم والسؤال هل تعلم ما هي أهم خصائص المادة؟ يمكن تمييز مادة عن أخرى من خلال مجموعة متعددة من الخواص وهذه الخواص لا تختلف إذا اختلفت المقادير بل تبقى ثابتة ويمكن تقسيم هذه الخواص إلى خواص فيزيائية وخواص كيميائية أولاً الخواص الفيزيائية وهي الخواص التي يمكن ملاحظتها دون تغير التركيب الداخلي مثل اللون والرائحة ويمكن تصنيفها على النحو التالي الخواص الميكانيكية وتتمثل في مقاومة الشد ومقاومة الانضغاط ومقاومة المرونة والقابلية للطرق والصلادة وغيرها الخواص الحرارية وتتضمن معامل التمدد الحراري وحرارة التبخر والحرارة النوعية وحرارة الانصهار والاشتعالية وغيرها الخواص المغناطيسية وتشمل كلاً من المغناطيسية المسايرة والحديدية والحديدية المضاد والمعاكسة الخواص الصوتية ومن أهمها سرعة الصوت ومعامل انكساره ومعدل امتصاصه ومعامل انكساره الخواص الإشعاعية ومن أهمها أشعة البيتا الأشعة السينية أشعة جاما وغيرها الخواص الضوئية والتي تتضمن كلاً من حيود الضوء التداخل انكسار الضوء وانعكاسه سرعته الخواص الكهربية ومنها ثابت العزل ومعامل السبك وشدة العزل والمواصلية الكهربائية والسماحية ثانياً الخواص الكيميائية وهي خصائص غير مرئية ولكن يمكن تحديدها عن طريق الحواس المختلفة ويمكن تعريفها بأنها الخواص التي تعطي المادة المقدرة لحدوث تغير فيها ينتج مواد جديدة ومن أهمها ما يلي التفاعل وهي مقدرة المادة على التفاعل مع غيرها من المواد الأخرى للحصول على مادة جديدة تختلف في صفاتها عن المواد الأصلية ومثال على ذلك تكون الصدأ على الحديد قابلية الاشتعال والتي تتميز بها بعض المواد عن غيرها فضلاً عن كونها قليلة في بعض المواد مثل الذهب التحليل الكهربي وهو تغير يطرأ على مكونات المادة نتيجة لتعريضها لتيار كهربائي ومثال على ذلك تحلل الماء إلى الأكسوجين والهيدروجين الذائبية وهي القدرة على تحلل جزيئات مادة مذابة في مادة أخرى مذيبة مثل ذوبان الملح أو السكر في الماء بالكبير نتيجة لهم الموحش ولا يتم تق المؤمر هم نتيجة لهم terms .